السلام عليكم متابعي دراما سفورت لا صوت يعلو فوق صوت أندية الشام بالدور نصف النهائي لكأس الجمهورية تواجد الوحدة الجيش والمجد وكمان تواجد غالي لنادي ترتوسي نادي الساحل بصراحة مباراة الدور ربع نهائي ما كانت فيها مفاجآت اللهم مباراة الساحل والاتحاد واللي انتهت بتأهل الساحل بركلات الترجي بقية المباراة كانت النتائج جدا منطقية تأهل الجيش ع حساب الشرطة تأهل الوحدة ع حساب الفتوة وتأهل المهجدة ع حساب مصفات بانياس وشفنا بالدور ربع نهائي ثلاث مباريات من أصل أربع مباريات راحت لركلات الترجيح وهذا الشي بيأكد بأنه أغلب الأندية كانت بمستويات متقاربة تقريبا بنبدأ من أول مباراة لاتحاد والساحل المباراة انتهت بالتعادل السلبي وراحت لركلات الترجيح واللي كمان انتهت لصالح الساحل لحساب الاتحاد وبذلك الساحل لأول مرة بيتأهل للدور نصف النهائي لكأس الجمهورية بصراحة يا شباب تابعت مباراة الاتحاد والساحل لكون مباراة المجد ومصفات بانياس ما كانت منقولة تلفزيونيا ولا شفت بأي رابط الاتحاد بشكل عام بيعرف يلعب من الخلف وبيعرف يستحوز لكن دائما مشكلة الاتحاد ما بيعرف أو ما بيعرف يسجل يعني اللمس الأخيرة دائما معدومة بتحس لعبة الاتحاد لما بيوصلوا لمنطقة الجزاء بيصيروا لعبة هوات الساحل كان مركز الساحل كان متماسك ولو الساحل كان بيلعب بنفس هذا الأداء وبنفس هذا التركيز كان ممكن هلا ما عم بينافس على البقاء كان هلا ممكن ضمن البقاء من زمان وبرأي الشخصي انه الساحل كان بده تروح المباراة لركلات الترجيح وبعده العلم عند الله بينما نادي الاتحاد ما كان مجهز نفسه أصلا لركلات الترجيح يعني مباراة دور ربع نهائي وانت بالكاد بالمباراة السابقة لدور 16 قدام الطريعة أهلت بركلات الترجيح كان لازم تهيئ اللعيبة لهذا الموضوع وبرأي الشخصي الاتحاد ما كان مجهز لركلات الترجيح أو حتى المدرب ممكن ما اشتغل على هذا الموضوع أول ركلتين أضعوا وبعده كمان الركلة الأخيرة تمت إضاعتها بشكل غريب ثلاث ركلات جزاء تم إضاعتها بركلات الترجيح وهذا الشي بيدل انه بالفعل الاتحاد ما كان مجهز لهذا الموضوع وكان فايت بثقة انه هتخلص المباراة لصالحه عموما يا شباب ما بدي فوت بتفاصيل المباراة بشكل عام في عدة مباراة أخرى لازم نحكي عنها كمان الاتحاد هذا الموسم عصا عيد كرة القدم ما كان متواجد لا بالدوري ولا بالكاس يعني الفريق بصراحة فيه نجوم لكن ما بتعرف شو هالنجوم شو كيف بدهم يلعبوا يعني عندهم خطة للوصول لركلات الترجيح عندهم خطة للعب بطريقة دفاعية بطريقة هجومية ما بتعرف شو لعيدة الاتحاد شو بدهم بالملعب بمباراة الجيش والشرطة إذا شفنا أحصائيات المباراة فأكيد لازم يتم اعتبار هاي المباراة أجمل مباراة بالدور ربع النهائي بهاي المسابقة الجيش كان متأخر بهدف للدقيقة 83 الشرطة كان متقدم والمباراة رايحة باتجاه الشرطة بالدقيقة 84 سجل الجيش هدف التعادل وبالدقيقة 88 تقدم نادي الجيش بالسواني الأخيرة من الوقت الإضافي اتعادل نادي الشرطة وبذلك شهدنا مباراة فيها أهداف غزيرة فيها متعة كروية بالدقائق الأخيرة الفريقين كانوا حابين يكملوا بي البطولة بالنهاية ركلات الترجيح خدمة نادي الجيش ع حسب نادي الشرطة الوحدة والفتوة مباراة كانت متوقعة على صالح الوحدة يعني بصراحة فيه فوارق إمكانيات الوحدة كمان حتى من أول 20 دقيقة سجل هدفين وأنهى كل آمان نادي الفتوة حتى بالتعادل أو حتى بالتفكير للتأهل للدور نصف النهائي وبظن هدف الوحدة متل هدف الجيش بدون يحققوا بطولة كأس الجمهورية للوصول لأي بطولة خارجية الموسم القادم بعد الموسم الكارسي أو الموسم الغير جيد فينا نحكي بالدوري بينما نادي الفتوة إذا حكينا أنه وصل للدور ربع النهائي بكأس الجمهورية بالإمكانيات بالإمكانات الحالية فبظن أنه هذا الدور كافي لنادي الفتوة المجدو مصفاد بانياس ممكن أنت شايف أنه هاي المباراة سهلة أو المباراة غير معتبرة لكن مصفاد بانياس كمان فريق جيد فريق بالدرجة الأولى دائماً بيلعب بمستويات قوية تأهل عدة مرات للدور السوري الممتاز فالمباراة طالما وصلت للركلات الجزاء فأكيد مباراة صعبة جداً للأسف يا شباب ما تابعت المباراة يعني ما كان فيه أي لا نقل تلفزيوني ولا أي شيء فأي تأهل للمجد أنا بفرح فيه بمبسط فيه بزهزه فيه الفوز بنتائج بأداء بلا أداء بلا نتائج بالغش بالبراطيل أهم شيء بيتأهل المجد بالدور نصف النهاية حنشوف ديربي دمشق المصغر بين الجيش والوحدة الديربي الكبير بين المجد والوحدة يا شباب يعني لا تواخذوني فالمباراة الأساسية هي المجد والوحدة الديربي الأكبر لكن الديربي المصغر بين الجيش والوحدة حتكون المنافسة قوية الفريقين بصراحة نظراً للإمكانيات فالفريقين المرشحين يعني للفوز بلقى بالكأس يعني الفريق اللي بيتأهل من مباراة الوحدة والجيش حتكون له الفرصة الأكبر للفوز بالبطولة لذلك يا شباب هاي المباراة فينا نعتبرها المباراة الأقوى بالدور نصف النهائي بينما بالطرف الآخر مباراة المجد والساحة المباراة حلوة مباراة المستويات ممكن تكون متقاربة ممكن في أفضلية للساحة لكونوا بيلعب بالدور السور الممتاز حالياً لعب عدة مباراة بينما المجد الوضعية حالياً يعني عم الاعتماد على مباراة الكأس ما في مباراة بالدور الدرجة الأولى التجمع النهائي إسا ما بلش فلذلك الساحل محضر أكتر لكن أكيد بنتمنى تأخل المجد كمجداوي وما بظن يا شباب بأن أفض أكبر متفائل من الساحل من مشجعي الساحل أو من مشجعي المجد كان متوقع يعني يتأهل نادي المجد أو الساحل للدور نصف النهائي بس طالما وصلنا للدور نصف النهائي فأكيد لازم نفكر حتى بتحقيق اللقب الوصول للنهائي وتحقيق اللقب يعني كمان لا تواخذني بهالكلمة نحنا كمجد تأهلنا ع حساب الوسبة وتأهلنا ع حساب الكرامة الساحل تأهل ع حساب النواعير والاتحاد يعني نحنا كمان لعبنا مع فرق كبيرة حتى وصلنا للدور نصف النهائي مثل ما حكينا يا شباب الدور نصف النهائي الوحدة والجيش المجد والساحل أكيد الوحدة والجيش اللي بتهل للنهائي رح يكون الأقرب للفوز بالبطولة لكن مثل ما عم نحكي كمان دائما كل مباراة وإلى ظروفهم ممكن بالنهائي سواء المجد أو الساحل يحققوا أكبر مفاجأة وأكبر معجزة نصيحتي للع عدة الساحل انسوا مباراة الدور نصف النهائي قدام المجد في عندكم مباراة أهم بالدوري لازم تبقوا بالدوري نحنا أكيد كمجد والساحل في علاقة ممتازة لعبنا بطرطوس عدة مباريات بالكأس وتأهلنا بهذا الملعب ملعب طرطوس فال خير عن هذه المجد لذلك يا جماعة الساحل لعبوا بالدوري وركزوا على الدوري وانسوا لي النصف النهائي عكل حال بتتوفيق لجميع الفرق بالدور نصف النهائي للوحدة للجيش المجد والساحل مبروك لها الفرق التأهل كمان على الدور نصف النهائي وإن شاء الله تكون في معجزة لياسمينة الشام ونفوز بهذا اللقب وبتمنى يعجبكم الفيديو يا شباب وتكونوا بصحة وخير وسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة